اشتركوا في القناة بأوسع وجوه الانطاق وأيسرها وأفصح لغات الآفاق على الإطلاق وأذن فيه بتغاير الحروف واختلاف القراءات على أوثق الصنوف وجعله مهيمنا على كل كتاب منزل ووعد قرأته ومن خدمه بالثواب الأجزل وحفظه من زيف كل مبطل وخطى لكل مخطل وأورثه من اصطفاه من خلقه واجتباه من بريته في غربه وشرقه فهم بذور العباد وأقطاب السداد ونصلي ونسلم على سيدنا محمد آية كل خير ووسيلة كل فضل ومير سليل أطهر الأصلاب وجليل أشرف الأنجاب وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداه إلى يوم المآب وبعد فقد وصلنا بفضل الله وحسن معونته في المحاضرة السابقة إلى قول الإمام الشاطبي رحمه الله ورضي عنه وصلنا إلى قوله وجمعه لكن لا بأس أن تعيد ذكرى الأضضاد حيث قال كمد وإثبات وفتح ومضغم وهمز ونقل واختلاس تحصل وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وجمع وتنوين وتحريك عمل المهم وصلنا إلى قوله وجمع ونحن الآن إنما نشرح ونبسط مسألة الأضضاد لأنه قال وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضل ووصلنا إلى قوله وجمع ولعلنا قد شرحناه لكن لا بأس أن نذكر ببعضه فما زال فيه شيء فحيث يقول وجمع الجمع معروف ضده معروف ضده وهو ماذا وهو التوحيد والتوحيد يرادفه أيضا الإفراد فإذا قال في ترجمة ما وذكر أصحابها بأنهم يقرؤون بالجمع فإن المسكوت عنهم يقرؤون ماذا بالتوحيد أو يقرؤون بالإفراد ولا إشكال في هذا مثال ذلك مثلنا له بقوله واجمعوا آثار كم شرفا على وشرحناه وأيضا بقوله وجمع رسالاتي وجمع رسالاتي حمته ذكوره برسالاتي وبكلامي إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبرسالتي وبكلامي لمن يقرؤون بالجمع لمن في قوله حمته ذكوره فالرمز أين في الحاء من قوله حمته ليس كذلك وهو لمن لأبي عمر جميل ثم لمن للذال من قوله من قوله ذكوره ذكور فالذال هو رمز حرفي لكنه يرمز به للقراء مجتمعين بخلاف الحاء جمع بين بين رمزين حرفيين الأول منهما للقراء في حالة الانفراد والثاني للقراء في حالة في حالة الاجتماع جيد من هم أصحاب الذال هم الكوفيون و ما قول الإمام الشاطبي ما دليلكم على ذلك وكوف وشام ذالهم أحسنت جميل إذن يقرؤون ماذا رسالات بالجمع ها أليس كذلك بالجمع إذن الذين سكت عنهم ولم يذكرهم يقرؤون ماذا كيف يقرؤون ها إني اصطفيتك على الناس برسالة على الإفراد والتوحيد جيدون هذا معروف جميل ضد الجمع قلنا ماذا قلنا الإفراد أو أو التوحيد إذا قلنا أفرد أو وحد مثلا هل يستفاد منه ضده وهو الجمع أم لا إذن ينعكس إذن إذا قال وحد أو قال أفرد أو إلى آخره فإن المسكوت عنهم لهم ماذا لهم الجمع إلا أن الجمع يتفرع إلى فرعين إلى جمع سلامة وجمع تكسير إلى جمع سلامة وجمع تكسير مثال ذلك حيث قال ووحد حق مسجد الله لولا ووحد حق مسجد الله لولا من هم حق ها من أبو عمر وابن كثير احفظوا هذه الأشياء فكل حافظ الإمام ومن حافظ فهو حجة على من لم يحفظ والعلم ذاهب بالحفظ هذه الأشياء دائما أكررها لكم إذن حق أصحاب رمز حق وهما أبو عمر وابن كثير يقرآن ماذا يوحدون مسجد الله لولا لما قال لولا احترز بلول عن ماذا عن الثاني عن الثاني أين الأول وأين الثاني ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على إلى آخره أين الثاني إنما يعمر مساجد الله من إذن أين الأول ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله فقال ووحد حق مسجد الله لو لا احترز به عن الثاني لا خلف فيه إذن يقرأ آن بالتوحيد وهما من أبو عمر وابن كثير مسجد على التوحيد فمن سكت عنهم يقرؤون ماذا يقرؤون بالجمع فيقرؤون مساجد ها أليس كذلك يقرؤون مساجد على على الجمع أليس كذلك والمساجد هذا الجمع جمع سلامت أم جمع تكسير جمع تكسير حسنت إنما هو جمع تكسير وفي قوله أيضا خطيئته التوحيد عن غير نافعين خطيئته التوحيد عن غير نافعين إذن غير نافعين يقرؤون ماذا يقرؤون بي بالتوحيد بالإفراد خطيئته خطيئته بالإفراد والتوحيد من الباقين لأنه قال ماذا عن غير نافعين إذن نافعين يقرؤ بماذا بالجمع يقرؤ بي بالجمع يقرؤ خطيئاته خطيئاته بالجمع جميل هذا الجمع هو جمع تكسيرنا جمع سلامة جمع سلامة جمع سلامة سلما الله وإياكم جميل إذن لم يذكر التثنية أليس كذلك هل بقي شيء مما لم يذكره في الأضضاد أم ذكر كل شيء لم يذكر التثنية أليس كذلك عندنا الإفراد وعندنا الجمع وعندنا التثنية لم يذكر التثنية إنما اكتفى بضميرها فقط هكذا جاءت في الحرز وربما استغنى عن ذكرها لأنها قليلة الدور في القصيد أدرجها في باب المد والقصر في باب المد والقصر مثلا في قوله وحكم صحاب قصر همزة جاءنا حكم صحاب من هما؟ الرمز في ماذا؟ في الحائم الحكم والرمز أيضا في صحاب من هم؟ من هم صحاب؟ حمزة والكساء وحفص والحاء من حكم الذي هو أبو عمر يقرأون ماذا؟ قصر همزة جاءنا إذن يقرؤون جاءنا هكذا على على ماذا؟ على الإفراد الباقون المسكوت عنهم يقرؤون ماذا؟ ها؟ جاءنا وهذه ألف تثنية إذن ذكر الإفراد على أنه قصر على أنه قصر للهمزة وهو كذلك فالمسكوت عنهم بمد الهمزة الذي ينبئ عن ماذا؟ عن التثنية جميل إذن أدرجه في هذا الباب وأدرجه أيضا في بابة الحذف والإثبات حيث قال ودع ميمة خيرا منهما حكم ثابت ودع ميمة خيرا منهما خيرا في صورة الكهف خيرا منهما منقلبة أليس كذلك؟ فيها قراءتان منهما على التوحيد منها على التوحيد ومنهما على التثنية أليس كذلك؟ مفهوم هذا حكم ثابت الحاء لأبي عمر والثاء لمن؟ للكوفيين للكوفيين الثلاثة أو الثلاثة معروف هذا؟ إذن أدرجه لقلة دوره أدرجه في ماذا؟ في باب القصر والمد وفي باب ماذا؟ الحذف والإثبات إذن معروف هذا؟ جيد فتنبهوا له إذن فرغنا من قوله وجمع تبيننا أن الجمع إذا ذكره فإن المسكوت عنهم لهم الإفراد أو التوحيد وإذا ذكر الإفراد أو التوحيد فإن المسكوت عنهم لهم الجمع وهذا الجمع يتفرع إلى جمع سلامة وإلى جمع تكسير تبيننا هذه الأشياء وتبيننا التثنية أخرجنا التثنية لأنه أدرجها في باب في باب ماذا؟ في باب القصر والمد وفي باب الحذف والإثبات تبيننا هذه الأشياء إذن قال بعد هذا ماذا وتنوين أليس كذلك ذكر بعده التنوين التنوين ضده ماذا ضده ترك التنوين وترك التنوين إما أن يكون لإضافة إحذف كطوري سينة كما قال ابن مالك على كل حال إما لإضافة وإما لعدم صرفين إلى آخره جميل فإذا قال في ترجمة بالتنوين فالمسكوت عنهم بترك التنوين كقوله مثلا سلاسل نو سلاسل نو إذ رووا صرفه لنا إذ رووا صرفه لنا الرمز أين في قوله إذ لمن في الألف لنافع وأيضا الرمز فيه رووا يعني في الرأي من رووا لمن للكساء وأيضا في الصاد من قوله صرفه لمن لشعبه ثم لنا في اللام من قوله لنا لمن لهشام جميل هؤلاء يقرؤون ماذا بالتنوين في ماذا في سلاسل ويقفون عليه بالألف كما هو معروف سلاسلا وأغلالة سلاسلا وأغلالة فإذا وقفوا قالوا سلاسلا أليس كذلك لأنه يتحول إلى ألف في الوقف جميل فالباقون المسكوت عنهم يقرؤون ماذا بترك التنوين وفي قوله أيضا مثلا وَنَوِّنُواْ عُزَيْرُ وَنَوِّنُواْ عُزَيْرُ رِضَانَ الصِّنْ وَنَوِّنُواْ عُزَيْرُ عُزَيْرُ بْنُو عُزَيْرُ بْنُو من الذي ينوّنه هم الكسائب وعاصن فالمسكوت عنهم يقرؤون ماذا بترك التنوين بترك فيقولون ماذا عُزَيْرُ بْنُو كَمَا نَطَقَ بِه والباقون الذين ينونون يقرؤون ماذا عزيرون ابنه أليس كذلك جميل إذن عندنا هذا التنوين إذن قلنا إذا قال في ترجمة بالتنوين فإن المسكوت عنهم يقرؤون بترك التنوين معروف هذا حصلتموه إلا أنه قد يعبر بالنون عن التنوين فلا يهولا كوم الأمر يعبر بالنون عن التنوين تجده مثلا في محل التنوين يقول يقول النون إثباتا وحذفا يقول بالنون ويا ليته لم يفعل لأن الطلبة أو القرأة يشكل عليهم هذا لماذا لأنه آخى وسيأتنا آخى بين النون والياء آخى بين النون والياء فإذا جاء الطالب ووجده ذكر النون فلا يدري هل هذه النون هي مضادة للياء أم هي بمعنى التنوين ويكون ضدها هو ترك التنوين لكن قد قال فزاحم بالذكاء لتفضله وقال أيضا ولكنها تبغي من الناس كفأها يحرر خلفها ويفك رمزها ويتقن ماذا شرطها أليس كذلك معروف هذا إذن ما آية الخروج من هذا يقول هذه الأشياء إذا جاء في ترجمة وكانت هذه الترجمة أو هذا الخلف فعلا مضارعا وذكر فيه النون فإن هذه النون هي قسيمة أو في مقابل أو هي ضد الياء إذا كان الخلف فعلا مضارعا كقوله وندخله نون وندخله نون وسيأتينا الباقون يقرأون فالضد هو هو الياء هو الياء لكن إذا جاء في ترجمة أو جاء الخلف اسما من الأسماء وذكر فيه النون فالنون هنا بمعنى التنوين إذا جاءت النون في الأسماء فمعناها ماذا فمعناها التنوين وندده تركه التنوين نقول مثلا وفي درجات النون مع يوسف انثوى درجات النون أي التنوين وفي قوله أيضا شهاب بنون ثق شهاب قبس شهاب قبس شهاب بنون قال بنون وهو يريد ماذا يريد التنوين فأي نون هنا إنما يريد التنوين لأن أيضا التنوين هو نون نون تلحق المرادة لفظا لا لا خطا هذه الأشياء معروفة لديكم قال شهاب بنون ثق الرمز أين في قوله شهاب هو الخلف هو الخلف شهاب هو الخلف بنون أي بتنوين ثق في الثائل الكوفيين يقرؤون ماذا بالتنوين بنون أي بالتنوين فيقرؤون شهاب شهاب قبس أليس كذلك والمسكوت عنهم يقرؤون ماذا شهاب قبس أليس كذلك بيغتركي عرف هذا إذن ما آيته إذا جاءت الفعل المضارع بمعنى إذا كان الخلف فعلا مضارعا فإن النون ضد للياء وإذا كانت النون حصلت في ماذا في خلف في اسمين من الأسماء فإن النون هنا بمعنى بمعنى التنوين جميل نرجع إلى إلى التنوين إذا جاء في ترجمة بترك التنوين بعدم التنوين كأن يقول مثلا لم ينوين فهل يستفاد الضد أي التنوين أم لا كأن يقول مثلا لم ينوين لم أو دون نون ها ثمود مع مع الفرقان والعنكبوث لم لم ينوين على فصل وفي النجم فصلا ها يعني أن المسكوت عنهم يقرؤون بماذا جميل ها لم ينوين قال يعني يقرؤون بالتنوين معروف هذا وفي قوله أيضا معن سبأ ماذا قال ها معن سبأ افتح دون نون ها هي هذه أنه ذكرها في في الإثبات وفي وفي الحذ دون نون أي دون ماذا أي دون تنوين أي دون تنوين لمن ها حمن هدى حمن هدى احفظوا هذه الأشياء الرمز فيه حمن لمن لآم عمر وفي هدى لمن ها أحسنت والهؤل بز من قوله هدى فهذه الأشياء يعني نحن الآن نراجع وإلى الأشياء كلها قد قد أخذناها وقد يعبر عن عدم التنوين بالإضافة مثلا كأن يقول خالصة أضف له الرحب خالصة ذكر الدار خالصة أضف يعني معنى أضف أي أزل التنوين أزل التنوين لأن التنوين ينافي الإضافة كما قال ابن مالك خالصة ذكرى لمن له الرحب الرمز في اللامل لهشام والألف من الرحب لمن لنافع يقرؤون ماذا أو يقرآن ماذا بالإضافة خالصة ذكرى أليس كذلك هذه الأشياء معروفة عندكم فالباقون يقرؤون ماذا خالصة ذكرى أليس كذلك إذن الإضافة هنا علامة على ماذا على ترك التنوين وفي قوله أيضا أكلين أكلين أضف أكلين أضف حولا أكلين أكلين خمطين أكلين خمطين أضف يعني يحذيف التنوين على الإضافة على الإضافة ما هي الإضافة ما هي الإضافة نسبة هي ضد التنوين أصلا نسبة تقييدية بين جزئين قلت لكم هذه الأشياء نسبة تقييدية بين جزئين توجب الخفض أو جرى الثاني منهما أبدا هذا في الاصطلاح وفي اللغة سنعرض لهذه الأشياء إنما أذكركم الآن إذن يقول أكل خمط وأكل خمط أكل خمط لمن لرمز حول من هو أبو عمر يقرأ ماذا أكل خمط على الإضافة أي بترك بترك التنوين إذن ننتقل إلى ماذا إذا حصلتم هذا قوله وتحريك هذا مما أشكال في القصيد ولكنه أجاب عنه فيما بعد التحريك ضده ماذا ضده ماذا الإسكان التحريك ضده ضده الإسكان جميل التحريك إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا التحريك إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا واضح فسواء قيدا أم أطلق فإن ضده الإسكان مثال للمقيد مثلا مثال للمطلق نبدأ بالمحصور عبدا هذه فيها الضم معا قدر حرك من صحابه معا قدره قدره في الموضعين معا قدره حرك هذا التحريك من صحابه الرمز أين في القول من التي هي الميم لمن الميم لمن لابن ذكوان والصحاب حمزة والكساء وحفص إذن ابن ذكوان وحمزة والكساء وحفص قدره يقرؤونه ماذا في الموضعين بماذا بالتحريك بالتحريك ليس كذلك وهذا التحريك هنا مقيد أو مطلق لم يقيده بحركة من الحركات أليس كذلك إذن هو تحريك إذن هو تحريك مطلق جميل ما ضده ضده الإسكان ضده الإسكان فالمذكورون الذين ذكرناهم الآن يقرؤون ماذا يقرؤون بالتحريك فالمسكوت عنهم يقرؤون ماذا بالإسكان يقرؤون قدر فالمذكورون يقرؤون قادار والمسكوت عنهم يقرؤون قدر بالإسكان واضح هذا نأتي إلى إلى المقيد في قوله مثلا وحرك عين الرعب ضمًا كما رسى ضمًا كما رسى ذكر التحريك لكنه ذكره مع التقييد حرك عين الرعب ضمًا ضمًا كما رسى هذا التقييد هنا الرعب يقرؤ على نمطين الرعب بالضم وقد أشار إليه قيده وأيضًا بالإسكان قال ضمًا كما رسى الرمز أين في الكافي لابن عامر من قوله كما وأيضًا في في الراء من قوله رسالما للكساء إذن يقرؤون ماذا وحرك عين الرعب ضمًا كما إذن يقرؤونه في تحريك مقيد وهو الضم فالباقون يقرؤون ماذا بالإسكان إذن لاحظتم أنه لما أتى بالتحريك مقيدًا أيضًا كان ضده الإسكان وفي قوله مثلاً وتسأل ضم التاء واللا محركوا برفع خلودًا واللا محركوا من قوله تسأل ها واللا محركوا برفع خلودًا لمن؟ لمن؟ للستة للستة غير نافع للستة غير نافع يقرؤون ماذا؟ واللا محركوا برفع تسأل ولا تسأل لأنه قال ضم التاء بضم التاء وتحريك اللام بالرفع فقيده بالرفع فيقرؤون ماذا؟ ولا تسأل بضم التاء وتحريك اللام وتحريك اللام ماذا؟ بالرفع المسكوت عنهم يقرؤون ماذا؟ ولا تسأل إذن تبيننا أيضا بأن ضد الإسكان لما قيد التحريك إذن استفدنا ماذا أن ضده أيضا ممتاز وفي قوله مثلا ضيقا مع الفرقاني حرك مثقلا بكسر سوى المكي ضيقا حرك مع الفرقان يعني الحرف الذي أيضا في الفرقان مع الفرقاني نعم قل حرك حرك مثقلا حرك ماذا ممتاز مع الشد أو التثقيل وقد مر تحرير هذا المصطلح إذن قال حركه نعم مثقلا بكسر فقيده إذن نقول ضيقا لمن لسوى المكي لسوى المكي فاستفدنا أن المكي الذي هو ابن كثير يقرأ ماذا بضده الذي هو بضد التحريك ولو مقيدا بكسر أيضا فضده ماذا ضده الإسكان إذن فتبين لنا بأن التحريك هو ضد ماذا ضد الإسكان التحريك ضد الإسكان سواء ذكر التحريك مطلقا أم ذكر مقيدا فدائما التحريك ضده ماذا الإسكان لماذا لأن الإسكان يأخذ من ماذا يأخذ ضدا من لفظ التحريك فقط ولا ينظر إلى ما قيد به إلى أي حركة من الحركات التي تم القيد بها يستفاد الإسكان ضدا من قوله التحريك ولا لنتفت إلى الحركة التي قيد بها وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر